جيد ليش ما نحترون خيارات الناس أستاذ مرتضى كيف؟ يعني من واحد جايب 250 ألف صوت جيد هذا مو اختيار المحافظة أساني بغض النظر عن هذا الرقم من الآخر جايب 7 من عدد 14 مقاعد محقق 7 هذا مو قرار محافظة أخوي أستاذ علي أساني ما أريد أجهي أساني اليوم مثلا تيار الحكمة حقق 7 مقاعد من مجموعة 14 جيد ما عنده محافظة مرشح ما عنده لا بس أنا أريد أضرب مثال حققت سبع مقاعد من مجموعة 14 مو قولكم الحق في قيادة المحافظة جيد الحق المن جيد لحس جاوبنا حساني خلي أنا أخشك قضية قضية على قولة هنك اللفرش فرشت واسول فبراحتي زي أولا المفوضية حرزت على الصوت لو ما حرزت هي كانت حارزة على الصوت ومؤمنة زي لكن خليه أجي خطوة للخلف الصوت قبل لا يدخل المدرسة شلون دخل؟ شلون دخل؟ ها هنا سؤال أقول بعض الشخصيات بعض المحافظين راحوا قدموا استثناءات وقدموا أمور كبيرة ما شتكيتوا عليهم؟ لا سأخو لا 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 أقول هذا هو اليوم بعض المسؤولين بالدولة بعض الشخصيات الحكومية بعض المحافظين بشكل خاص قدموا إغراءات للمواطن حتى يروح ينتخبهم بشكل فضيع جدا شنو تبليط شنو تعينات شنو أكثير من الأمور اللي قدمت أقول هذا ما قبل الصوت قبل الصوت لا يدخل المدرسة لذلك هذه مشكلة إحنا ما عدنا مشكلة قلت لك ويا الشخص إحنا عدنا مشكلة بأنه اليوم إحنا قادمين على تغيير سنتبث إلى دلة أنه هذه العناوين قادمين على تغيير سخوة استخدام السلطة موجود منو ما يعرف؟